الاخوان السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وموضوع جديد على كونفرسيوني بالزاف دي الاخوان منهم اصدقاء ومنهم ناس متتبعين في القناة اللي بطالب ديالهم طبيعا الحال كيسولو وكيقولو بان شي مرى ان شاء الله انطرقوا الموضوع لكونفرسيوني يعني الناس اللي غادين يجيوا لايطاليا بعقد عمل سواء دي ستة شهر او دسعة شهر يعني عقد عمل اللي هو محدود اللي هو المودلو او المودولو شي او المودولو سي كيف ما كنا عرفو واش عندهم حق فيلكونفرسيوني وللا يعني فيش غادي جيو الليهن الان لإيطاليا واش عندهم حق انهم يبدلوا ويغيروا برمسة ديالهم اللي هو محدود ويبقوه هنا في إيطاليا وياخذوا يعني اقامة أخرى رخصة اقامة او برمسة دي سو جورنو اللي هو عادي اللي هو ديال السنة او سنتي فيما يخص الإخوة اللي عندهم 12 الشهر يعني اللي عندهم كما كنقوله الموضول بي أو العقد العمل اللي هو ديال 12 الشهر اللي كنقوله اللي هو فيه الوراق هادهم ما عندهمش يعني محتاجوش أنهم ديروا الى كونفسيوني لأنهم كي يجيوا وكيخدموا سواء يخدموا ولا ما يخدموش يعني كي يجيوا ويمشي معهم الباترون ديالهم وكي يقادلوا مرايقات ديالهم كيدفعوا عادي يعني هذا الموضوع هذا كي يهم الناس اللي عندهم 6 شهر و 9 شهر ديال العقد يعني عقد العمل في 6 أولاة سعود واش عندهم حق يديروا لكونفسيوني يغيروا الرخصة ديالهم ويبقوا هنا في إيطاليا أم لا بالمناسبة كنبغي نشكر جميع الناس كتفاعل ما الفيديوات بتعالي قبل لايك وليما مشتاركش في القناة يدير الشراك بش دائما إلا حطي شي جديد يبقى يتوصل بي وشكرا لكم من جديد الإخوان بالنسبة للناس اللي عندهم عقد العمل ديال 6 شهر ولا 9 شهر ولكن 3 شهر إلا بغير تدير كونفسيوني يعني ما عندكش حط ما كينش حوضوط بالنسبة للناس لال 3 شهر لأنه إلا جيت هنا يعني كينش شروط خاصك تبعهم إلا بغير تدير كونفسيوني وتستفيد من رخصة إقامة وبرمات السودي السجور اللي هو كي يعطيك واحد سنة ولا سنتين يعني ما كينش حوضوط كثيرا الناس لال 3 شهر يعني اللي عندهم عقد ديال 3 شهر ما كينش يعني يعني عامل الوقت هنا كيلعب عامل الوقت ما كينش الوقت 3 شهر ما كافياش الإخوان فهذا منسبة للجيزي ب 3 شهر ضروري ما أن الباطرو اللي جابك هو اللي خاصوه يعود معاك ويعطيك كونترا تانية أو لا ضبر على شي كونترا أخرى ويتمشي للبلاد ويتمشي للدفع مجديد ويأتي إن شاء الله فد الحالة هذه وفد يعني بهذه المناسبة كنصح أن الإخوان ما يحاولون أنهم يجوش ب 3 شهر ولكن يتسنو ويدفعوا كونترا فيها 6 و 9 و 12 6 و 9 على الأقل عندهم حدود وأمال أنهم يديروا الكنفرسيوني ناري تفتح قانونة الكنفرسيوني ويدفعوا وره ممكن يأخذوا الوريقات ديالهم عادي بحال الناس اللي كيني نايا ديال جاب على الكل شي ويأخذوا عامل ويأخذوا عامين على حساب الباترون ويأخذوا على حساب المفاجأة من بعد الأخوان كيف هي الشروط وكيف تتم عمليات الكنفرسيوني كيف ما شفنا هذا العام هذا ديال 2020 وبالزاب ديال إخوان ما كانوش عارفين هذه العملية هذه بأن عقود العمل ديال من خلال هذا القانون هناك شروط وكيف يقول لك لدينا قواتي قواتي ديال موديلو سي قواتي ديال موديلو بي قواتي ديال الناس اللي كيني هنا وبغيني غيره من الدراسة للعمل وأيضا فيهم كنشوفوا كين الكنفرسيوني ديال الناس اللي جاءوا وهذا هو الموضوع اللي كي همنا اللي ان الناس اللي جاءوا بساتة شهر وبساتة شهر بإمكانهم اللي كيتفتح قانون فلوسي من طبيعة الحال بإمكانهم يديروا الكنفرسيوني يعني يغيروا البرميسو ديال سو جورنو ديالهم ويأخذوا ديال سنة ولا سنتين كيف هي الشروط؟ يعني أول مجيء ضروري أول مجيء مثلا على دكسة شهر أو تسعة شهر أول حاجة يدير وهي تصيب لوسبيتاليتا يعني في تساكله ما تسمناه ما الباترون مثلا اللي جاء بكل السمسار اللي جاء بكل شي حد هو اللي يقدر لك هذه العملية هذه أول حاجة بش غادي جيء ان شاء الله غادي تصيب لوسبيتاليتا قد تدير عند بوليس في الكوستورة يعني يعني الحساب كل منطقة يعني هنا في مناطق في إيطاليا كل قانون كي تبدل أو تتغير من منطقة منطقة الأخرى ومن عاملة الأخرى ومن جيهة الأخرى أول حاجة قد تجمعك بعدها ضروري وحد القدر من المال لأنه حاجة هنا قد تصرف على رأسك مثلا حالة مال ما كان عندك حتى واحد اللي هو قريب بزاف خوة كل أختك كل أبديال كل الأم يعني ضروري تجمعك وحد القدر من المال كين مصاريف أولية ضروري هذه الوسبيتاليتا هذه حاجة غادي تمشي تكريم عشي واحد وليش حاجة يعني ضروري قد تقلب على الوسبيتاليتا اللي غادي تخلصها بالفلوس حتى واحد ما يجدرك الوسبيتاليتا اللي هي ورقة الضيافة بالفلوس حالة مال ما كانت واحد لصديق مثلا لأخ لدعم لشي واحد كتعرفوا يعني الوسبيتاليتا غادي تجمعها بفلوس باش تبني عليها الملف ديالك يعني أول حاجة غادي تجمع الوسبيتاليتا وغادي تتلقى مع الباترون اللي جابك يعني السمسار اللي جابك رادي تتلقى به سيذهب معه سيذهب معك الباترون يعني البرفيتورا أو يدير دياليغا يعني يدير واحد الوكالة السيد اللي جابك كل شيء واحد كتعرفوا وهذهب معك البرفيتورا من خلال الاسبيتاليتا الباسبور ديالك الكنتراع اللي عندك لجيتي بها من البلاد وتمكي سايف لك الملف ديالك يعطي لك فدك وقتمشي دفع في البوستا يعني فقط قد تدفع في البوستا تقريبا واحد يعني واحد ثلاثين الاف ريال أخرى مغربية لكي تدفع في البوستا وغادي تسنى قد يعطيك يعطيك البصامات يعني موعد البصامات إمتى تتبصم وإمتى التيري فإن تتبصم قد تبقى تسنى في التيراج المهمة الإخوان لكي تدير هذا الشيء هذا كامل خاص الداتوري للابور تفهمها في الأول أنك بغايت تدير من بعد الابور مثلا كان هناك الكثير من الابور لا يريد أن تدير هذه العملية يقول لك أن أجبتك يعني لا أعرفك كيف تأتي إلى إيطاليا وكيف تديرها على رأسك يعني الأغلبية والأكتارية لا يريد أن تدير هذه العملية في حالة ما لكي تدير معك هذه العملية رأيها مزيانة لكي تدير الابور التغيير لكي تفتح القانون فلوسي وتغير يعني هذا الباطرون الذي يدير معك هذه العملية يكون شروط كما هم يعني ضروري أن يريدك لكي تدير وعلى الأقل لكي تدير وعلى الأقل لكي يكون عندك الحق في الكون تخلص أو يعني يكون عندك حق أنك تدير 13 يوم على الأقل في كل شهر يعني تقريبا كثير من 40 يوم خلال 3 شهر تدير يعني يجب عليك الضرائع تقريبا 1.4 أو 5.5 في النار بعدها 13 يوم حتى مثلا 1.40 مثلا 40 يوم في كل 3 شهر ومن بعد كيف تكمل هذه 3 شهر إذا كان ما زال متحلش مثلا القانون ذكريته فلوسي اللي هو فيه لكونفرسيوني اللي عندك حق في الكونفرسيوني خاصه ضروري يعود يريغلك يعني يزيد معاك ويخلص معاك درائب خرين ولكن هو كيتفاهم معاك إلا ما خدمكش أولا شي حاجة في حالة ما يلا خدمك رأوا غدي خلص علي كل شيء أما إلا ما خدمكش أتفاهم معاك بلا أنت اللي خاصك تخلص هذا الدرائب هذا ويهمك غير برماسة الصجورة من بعد ولكن الإخوان مشي كل شيء يسافذ من هذا التغييرات الصجورة إمتى يكون تغيير؟ يكون حتى هو في كل سنة من تفتح قانون دكريته فلوسي يديروا ويحطوا يعني واحد العدد يديروا قوطة مثلا الكنتراتي استجيونالي يكونوا الكنتراتي نستجيونالي ويديروا واحد القوطة أخرى للناس اللي غادي يتدير للكونفرسيوني اللي هم ديجا هنا ويدخلوهم في حالة ما إلا داروا هذا القانون هذا وتكون مخلص درائب لعليك ومريغل مثلا واحد أربعين يوم قلنا في خلال خلال ثلاث أشهر عندك حق انك تدير للكونفرسيوني وتستفيد منه ودائما خصك تشوف العمالة او المدينة اللي طالبة قوطات كتار باش يكون عندك امال وحضوض كبيرة باش تاخذ البرميسو دي سجورنو ديالك هو هذا الاخوان هذا الموضوع دين اليوم اللي كانت يخص للكونفرسيوني وكيفاش تستفيد منه كنتمنى انكم تكونوا سافتوا من الفيديو وعالاقل ديتوا فكرة على كيفاش كتم عمليات للكونفرسيوني او تغيير يعني البرميسو باش تبقى هنا في ايطاليا وما تمشيش للبلاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشوفوا فيديو قادم ان شاء الله لعاكم الاخوان اشتركوا في القناة